السلام عليكم احمد الله وبركاته اهلا وسهلا بكم كامل رانا تلاقينا في فيديو جديد اول يوم رمضان المبارك وقلكم كامل صحة سيامكم صحة رمضانكم وصحة فطوركم مع الباليش في اي ساعة راح نحط الفيديو هدي ولكن قلكم ان شاء الله كنتوا صمتوا النهار اللول يعني مليح جاكم سهل يدرى يلا اكتبوا لي هكذا في التعليق كيفش جاكم نهار اللول على حبيبات قلبي اليوم ما راح نشارك معكم يعني الروتين دي لأول نهار رمضان يعني كيفش كيفش نظمت روحيك واش درت كامل واش ديبت وطاولة رمضان اول يوم رمضان شوفوا هنا حبيبات قلبي اول حاجة هنا كنت يعني بعد ما درت لكم فيديو السابق هنا جديد غاكتما باش هكذا ندر خبز الدار ولا خبز كوشة كما نقولو احنا في بجاية خبز كوشة ولا خبز الدار هنا عندي كمية تاع الخبز تاع السماد يكون نرتب وزدت له هكذا شوية سينوج مع حبيبات حلواء ملح وحبا بيد وشوية قصر بعمغارة في الزيت من بعد راة بستهم كامل مع بعض من بعد راح نتم كامل هذك الخليط بالماء كما راكو تشوفوا بالماء يعني العادي مش المسخون ولا الدافئ كامل لانو يعني ما زمن درش هنا كن صباح يعني ما زمن درش الخميرة لانو يعني الخميرة كندرها يعني راح تخمر ولازم يطيب وانا ما ما كنتش حابة يعني انطيبو هكذا كسبح كنت حابة نطيبو هكذا مع العشية باش يكون هكذا كجديد محا مع الوقت تاع الافطار هلا دونك راح نغطيه ونخليه دو كوته بعد ما كملت كامل شغلين هنا جزت اقدر نعطيلو هكذا شوية هكذا تعال عجين يعني ما نعجنو وشان ليس حقش كامل عجين يعني سميد الرطب خلاص ما نسحقوش نعجنو من بعد هنا راح ناخد كاس هكذا ولا فنجل راح نحط فيه زوج مغارف صغار اخميرة الخبز ولا مغارفة كبيرة مع زوج مغارف صغار السكر هنا راح ننضيله مكدا شوية ماء دافي راح نحطه مكدا شوية يتفعلو من بعد راح نزيدو للخالط غير بشوية يعني نقعد غير ندر شوية نفرغ عليه شوية وندخلوه كامل في هديك العجينة يعني هكذا كشوية بشوية حتى يعني نكمل كامل للكمية اللي عندي فلا دونك يعني الخبز سهل ومهل وصدقون يعني جا من ارواح ما يكون دوك تشوفو يعني النتيجة ديالي وقعدو برك حتى نهاية الفيديو لانو يعني راح نشارك معاكم لمنو ديالي تا اول نهار رمضان فلا يعني صراحة موش نقولكم يعني ما كفاليش الوقت كامل بل بزاف لانو يعني كنت رايحة غير بالعقل دونك مع الادان وانا كنت نقلي في البوراكو ولكن الحمد لله نقولو الحمد لله فلا دونك كما رايكو توفور عني ندخل غير بشوية هديك هديك الخميرة وندخلها في يعني نفرغ غير بالعقل وندخلها داخل هديك اللعجينة فلا بهذه الطريقة والعجينة راح تجيني هكدا شوية تتلاصق وانا هديك هي القوام اللعجينة اللي كنت حابة يعني ندرها يعني نتحصل عليها وفي الاخر خلاص راح نجيب من غرفة تعمار كاري راح ندخلها هكدا الدخل هكدا ونخلي اللعجينة ديالي تخمر فلا هنا بعد ما تخمر راح نكسر لها الخمر المرة الأولى ونزيد نخليها تخمر مرة ثانية باش من بعد الجوز يعني ندر الخبيزة ديالي فلا هنا راح نحطها هكدا تخمر واجهة واحد اخرى راح نوجد هكدا يعني المنو راح نوجد اول حاجة اللي نبدو بها دايما برمية جوعة عرمدان اللي هي شريبة شريبة ولا جاري كل منطقة كيفاش يغيتو لها شربة فريك الله الله علاجانيها شوفوا هنا قدرت القدرة ديالي تعطين يعني الشربة انا عندي الشربة لازم تكون هديك القدرة تعطين حضرة درت مغرفة هكدا قسم غرفة ماشي مع مرة اسمن مع شوية زيت راح نخليهم هكدا هكدا يسخنوا في جو حد اخر جبت هدك الحم اللي كنت قطعتو كام مكعبة هكدا صغار من بعد كنت رحيت هكدا حبيبات وماتيش مع جوج حبيبات بالصل متوسطين هكدا نزد نفرغهم هكدا داخل هدك القدرة ومعه اه انا زيت انكويس تعالي البولي لانه انا يعني انا نحب شربة فريك يكون فيها الخاليط ولا المزيج ما بين الحم الغنمي والجاج يعني هنا قعد قضية اذوع كل واحده كيفاش يحب يحضر شربة دياله ولكن انا غني نشارك معكم وصفتي ديالي كيفاش غني انتيب على طريقتي وهنا تاني تاني زيت كمية تاني تاع الدبشة ولا الحشيش مقطفة ولا القصبر كل منطقة كيفاش عيتونها ولكن نخلي كل شي يتقلها وجه واحده اخرى هنا كنت شعلت على التاجين ديالي وهنا راح ندر هكدا تانيت مغير فاسمن ومغير فا الزيت يعني ديما يعني هذا الاطباق تقليدية الجزائرية ديما لازم يكون السمن والزيت هدك الخاليط ما بين السمن والزيت حاضرين من بعد وراح نزيد يعني هنا راح ندر المتوم الجزائري العاصمي المتوم مرقى بيضاء وبالحمي صلى الله الله انا راح ندر حتى ديك سمن والزيتاني تيسخنوا باش يسخني هدك التاجين كمعلا كمعلا بنا كامل باللي يعني الاطباق اكدو ما تعطين ولا تعالفخار يعني ما يسخنوش غابيدما وحتى تقدر اطرفتها للحم نخليهم النار هادية قليلة حتى من ذاك نوحنا قنا نقل بهذاك الحم حتى يعني يتحمر لي وحتى يطلق لي شوية هذك العصارة دياله و باش تجيني المرقى ديالي البنينة وهنا يعني وليت لهاديك الشربة نزيد من هكدا نو نضرب طلها هكدا نخلطها هكدا يا من بعد اهنا دوكا راح نزيد نبدأ في التوابي اللي هما انا راح ندر شوية الفلفل عكري الملح و راح ندر شوية كوركم وندر تاب الخاصة بالشربة يعني دوكا راح في الاسواق كايرا هم وجدين توابي الخاصة بالشربة توابي الخاصة بالمتوم يعني كل حاجة درو يعني الخالط تاع كل طبق يعني تبارك الله بلا كما راح ندر هكدا في الزيبيس بلا غير هكدا بالعقل ونخليهم زيزيدو يتقلوني مليح واشنا اشوفوه هنا واشنا احنا نقولكم انا نحب الشربة ديالي المكلة ديالي كامل نحب نخليها تتقل على النرحة ديالي و يعني نعطي لها الوقت ديالها في القلية من بعد وجهة واحد اخرى انا رجعت لهذاك الحم هكدا انا قلبته يعني راه يعني راه طايب نص طياب ديجا دخله طياب وانا راح نجيب هذيك الحبيبة طعب الصلك ونهكدا كبيرة كنت رحيتها راح نحطها كامل هكدا معادك الحم ونزيد نخليهم يتقلوا اكتر شوفو يعني هنا تانيت المتوام العاصمي ولا المتوام الجزائري ديما تانيت لازم تخله يعني يتقلم الحم ليحوانا زيت كمية تاع الحميسة للمتوام للتاجين ديالي شوفو يعني انا هكدا للنظم روحي كنت خلقوزينا يعني ندير كل يعني دو شوز اكدا ونبغ عليه وعيني على هذي وعيني على حاجة واحد اخرى وهكدا كنكملهم كنكملهم على فوق وهنا رجعت لهذاكتر جين ديالي واش درت لهو؟ درت له مغيرفة صغيرة تاع فارينة شوفو صدقوني هذي مغيرفة تاع فارينة راح تتقلنا للمريقة ديالنا ورح تجيب مريقة ديالنا خطرة وجيب نينة وهنا نبدأ في التوابل هنا واش ندير؟ هنا دت شوية فلفل كحل الملح ورشة خفيفة تاع الكمون والعود تاع القرفة هذا مكان المتوام ما يحبش بزاف التوابل فعلا يعني كنت نسيت مشاريع نسيت شهادك لهذاك توابل خاصة بالمتوام ولكن قلت ما عليش راح ندير هكدا وخليت كامل هكدا كيتقلة ووجه هارني رجعت لهذاك شربة خليت لقيتها بليتقلة لبيا وهنا زلت لهاك كاس فريق كنت رنخته هكدا شمقته بالماء سخون فعلا وصفيته وضعت لهذاك شربة وهنا هادك التعجيب بعد ما تقللي ملح ملح بيان هادك الفارينة يعني تحمص طلب بيان راح نمرق هكدا بالماء يكون مغلي فعلا ونخلي كامل هادك الحميسة وهادك الحم يتيب يعني هنا نخليك وشوفو هنا نره قليلة قليلة كي شربة كي هادك التعجيب ونجوز تانيت من بعد راح نجوز ندير يعني نكمل حويج واحد اخرين يعني صدقوني واش نقولكم حتى هذك شربة راح نخلط كامل لانه يعني كين حطوا هذك الفريق ما لازمش يعني يعني نخلوها لانه يعني الفريق سهل بش يلسقنا تحت القضاء دونك لازم ديمة عينينا عليها وديمة هكدا ندربو دورا وننحركوها ورح نخليها هكدا وجه واحد اخرى لقيت طلع على الخبز ديالي كان خمر للمرة ثانية دونك هنا راح نجيب الزيت راح ندهني ديه هكدا بشوية زيت ورح ندير القريصة على الخبزات ديالي من بعد يعني هكدا راح ندير هنا نجوز خبزات يعني ماداتش كمية كبيرة ندير جوز خبزات هكدا دو باقات هكدا ونحطهم داخل سنيوه راح نبسطه ورح نخليهم سات يخمروا مره مره يعني يخمروا في سنيوه ومن بعد راح ندهنهم بالبيت وندلهم تاني تسين وجوح بتحلوه هكدا من فوق ونحطهم ايتيبو يعني شوفوا يعني كل حاجة نكمل نخدمها ونكملها يعني خلاص نقول الحمد لله يعني شوفوا يعني في رمضان قبل ما ندخلو الكوزينة نكونوا يعني نخافوا هكدا نوعا ما نقولوا باك ما نكملوش بلاك يلحق وقت الادان ولا وقت الافطه الفطر ونكونوا مازا ما كمناش ولكن صدقوني كندخلو الكوزينة اربي يقدرنا واربي يعطينا القوة ونشوفوا هكدا تقيقرة نكملنا يعني كل حاجة خاصة يعني اللي برمي جوع لانو يعني نديرو فيه كلش نديرو شربع نديرو لدوزين بلا نديرو بوريك نديرو يعني كلش كلش يعني كين حتى نزيدو هكدا شلا دا ولا بلا وهنا بعد ما بسطو كامل رح نخليه يخمر رح نغطيه ونخليه يخمر جاء واحد اخرى بعد ما خليت هذك الخمس يخمر شريبة دي اللي راهي التاب وهذك الطاجين تاني تاني بعد ما ممرقتلو رح خليت هذك الحمي تاب انا رح نجد باش نوجد هذك هذك البولات هنا رح جبت الاشواط يالين رح يحبه حبه بصل معه ثلاثة سنينه تتم هنا عندك كميه تاع المرحي بقية 400 قرم رح نزيد هذك البصل والتوم اللي كنت رحيتهم نزيدو هكدا الداخل من بعد رح نزيدهم التوابن نفسهم اللي درتهم داخل المريقة شوية فلف الكحل الملح وشوية رشخ فيه فخلاس تاع الكمون هذك المكان وراح نزيد تاني نصح بابايد واشنو تاني وراح نعجنو بشوية قطرة تاع الماء فعلا باش هكدا نزيد هكدا شوية قطرة تاع الماء هكدا باش الابولا ديالي ولا الكفتة ديالي ولا المتوم ديالي يجوني يعني الطريين ميجونيش عاصيين كي يتيبو يعني العملية سهلة المتوم يعني اصل في الاصل تاع المتوم ما يديرولوش المعدنوس يعني ديرولوغ غير هكدا برك يعني ما فيش المعدنوس وهو ما يعني المتوم العاصيمي يعني كي يقدموه ما يقدموش تانيت بالمعدنوس يعني باللوز يحمصوه الوز أكدا بشوية على زبتها في المقلة و يديروها أكدا من الفوق كي يديروه في طبق التقديم ولكن اني يعني راح نقدمو غير هدك بالحميصة للأنو يعني صراحة احتا كي ندير هدك الوز يعني ما ناكلوش دونك وعليش راح نبدر اللوز راها غالي وعليش نبدر راح نشري اللوز و نديرله و انحنا يعني ما راحش يعني ما ناكلوش يعني صراحة ما نحبوش هدك الوز في المقلة وهنا تقعد قضية اذوق ولكن يعني قلت لكم الوصفة الاصلية يعني اصول المتوام الجزائري مايجيش بالمعدنوس يجي يعني باللوس حتى الحميسة يعني في الاصل مايجرون لوش الحميسة يجرون لو غير اللوس وفي جهة اخرى بعد ما جيت بريفية هذك الحميسة للطعب انا جيت باش نرمي هذك البولات دخل دخل هذك الاصل ونخلي نحسب له عشر دقايق ونطف عليه يعني البولات يعني مايخطوش الوقت بزاف اكدف طياب عشر دقايق ونطف عليه ويكونوا واجد يعني شوفوا يعني ولا اسهل يعني يعني الاطباق يعني الجزائريا سهلين يعني مايخطوش كامل الوقت يعني شوفوا صدقوني دخلت عربعة الكوزينة عليها قلت لكم يعني قريب ماكملش قريب ما يعني محتيتش طبلة في الوقت ولكن الحمد لله قدرنا ربي اعطالي القوة وعوني حتى كملت ويعني حتيت طبلة ديالي بلا واني رجعت لها ديك شريبة بعد حركتها كامل من بعد يعني زيت لها مغرفة بتاع توماتيش مصبرة يعني يشوفوا هنا دوكا تقولوا لي وعليش ديري الفريق مايسحقش توماتيش مصبرة يعني جي تقيل في الاصل كامل بس احنا نقول لكم يعني شربة فريق تحب توماتيش يعني تحب توماتيش كي الحبة كي توماتيش مصبرة يعني لازم كي ناكلوا نحسوا هذيك لقوة توماتيش في الشربة في الشربة فريق يعني لازم تكون هكذا تجي حمرة الله الله وتجي فيها لقوة توماتيش وجه واحد اخران يعني نوجد في الفرص تاع البوراك هنا يعني مش هكش معاكم بالتفصيل لانه يعني هنا وش دات ترت شوية بصل قليتو زيتو هذيك الافيونداشي شوية ملح شوية توابل خاص بالبوراك بعد ما تبلي كامل زيتو لوج 2% على الفرماج معا حبابيت هكذا باش الافيونداشي ديالي ولا اللحم المفروم ديالي ما يجينيش ناشف وما يجينيش يعني كما نقولوا يعني ناشف هكذا كي ناكلوا البوراك نحسوا باللي راه يعني لتندر في الداخل ولا بعد ما تبلي هذيك الافيونداشي راح ننفرغ هكذا في الطبس ونخليها دوكوتي شوفوا يعني في الكوزينة هي نظام واحد يكون منظم روحه راح يعني يوصل وراح يكمل في النظام شغل ادياله ولا ولا بعد ما احتيت هذيك الافيونداشي دوكوتي جبت هذيك الخبز اديالي اه بعد ما اخمري راح ندهنه كامل بهذيك النص حبابيت لي كنت ادرتها فلاب فاقص تعليبولات وخليتها باش ندر بهذا دوكوتي على الخبز اديالي راح ندهنها كامل هكذا وراح كما قلت لكم راح نرشلها هكذا بالسينوج والحبة حلاوه ونحطو ايتيب دي غاكتو مو فلا راح يتيب وراح نخلي حتى يحمل اللي من التحت ويزيد يحمل اللي من فوق الله الله يعني الخبز لازم يجي محمر الله الله حكذا باش يعني كنشوفو يعني يشهي يشهي يشهينا باش ناكله فلا دونك تيما راح نشوفو الحاج الان يعني خلاص اني قربتها نكمل كل حاجة على دوكو نحطو هكذا يتيب وجوحو اخرات جبت هنا ديول ديالي هكذا باش نوجد البوراك ديالي يعني على بلايدو كتقولولي كامل تعرفو تديرو البوراك تعرفو شوفو انا ما نشهي نوري لكم وصفات يعني اللي بد ديالي انا نشاركو هنا في اليوتيوب انا نشاكو ديزيد تعلموني بزاف اه رانا كامل يعني شاك جون نوضو نقلو واش نحن ضيبو واش انا بيدو كاليوم البرومي جوغرا على بل دايرو لبلاباك تعال الناس يعني راح دارو كباب دارو هكذا كباب متوى متوى جينزيتون كمان ولكن يقعد باللي يعني نمدو افكار فالا اه فالا هكذا راح نوجد كامل هكذا البوراك ديالي ونحطهم هكذا داخل التبسي هكذا باش كيقعد هكذا قيس عشار دقائية كلها خمساش دقيقة باش يقدت راح نحط المقلة ديالي باش هكذا نقل البوراك فالا دوك الهنا اه الهنا يعني كنت انظمت روحي ويعني الحمدلله كل حاجة شربة يعني قريب خلاص طيب اذاك المتوى متانيت والبوراك كماشتو يعني درت هادو كليسيقا ودرت هادوك المثالات تاني وهنا ده ترى تطلع على هادوك هادوك شريبة لقيت الحمطاب والجاجطاب نحيت هادوك الكويسة راح نفتتها كامل هكذا باش نرجعها داخل هادوك شريبة انا بعد ما فتته راح نحطه داخل هادوك شربة وهنا الخبز ديالي كان طعب اوليك راح ننقلبو هكذا بجاو حدوك باش هادوك 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 ليش هادوك مشمخ وانا نوري لكم كيفاش يعني جاتري جام ما شاء الله صدقوني جاي يعني وما تعبنيش ما عجندو ما كسر ترسيبه بعد ما كلش طعب يعني كما لكتشوفوه انا جيت باش نحن وجهت التاجين الحلو ديالي يعني ابدا وابدا طاولة ديالنا اه تاع رمضان ما يكونش فيها التاجين حلو حاضر كما سبق لي وقلتك هنا عندي كيلة تاع هادوك الفوكي الجافة وهنا ومع كيلة تاع العين هادوك الكحلة هادوك العين الكحلة شوفوه ما لازمش يعني خلطوها مع الفوكي الجافة واحد اخرى هنا عندي كيوي عندي مشماش عندي واشنو تاني عندي لفخيز مع الزنانا راح نشمخهم اكدب الماء يكون دافي نخليهم وجه احد اخرى نخليهم يعني قس نص ساعة احتى ساعة وهنا جزد ماش نوجد له سيغو هنا عندي كيلة نفس الكيلة اللي كنت كيلت بها المفوك الجافة كيلة تاع سكر مع زوج كيلة ما راح نزيد لهم ثلاثة من جمة الارض مع عود قرفة راح نخلط مع نص برد قارز نخلط كامل هادوك سكر حتى يدوب ومن بعد راح نخليه حتى يبدأ يغلي وكي يبدأ يغلي نحسب له عشر دقايق كينا كي يوصل عشر دقايق راح نصفي هادوك الفوكي الجافة راح نحطه مجدل داخل نزيد نخليه يعني يغلي قس خمسة دقايق وحتى سبعة دقايق باش نزيد هادوك العين الكحلة هادوك العين الكحل يعني ما لازمش نضيروه في الولي انو باش ما يجينش هادوك لسيغو ديانك حل فلا بعد ما نزيدو هادوك العين هادوك داخل نزيدو تانيت نحسب له خمسة دقايق داخل يغلي ملاح ونتفع له ونزيدوه رشاط على المظهر ونشوفوه هو جد باذن الله يعني العاملي فالتانيت كنت شاركت معاكم الوصفة بتفصيل وفي جهة واحد اخرى راني نقليه في البورك هنا شو صدقوني هنا يعني كان مازال خمسة دقايق باش يقدل ويعني الزوج ما كانش فضال كان نخرج مع الولاد وانا كنت نقلي هكذا يعني غابد ما يعني صراحة ولكن يعني الحمد لله كيد خلق كل حاجة فوق طبلا بولا بواها يقول لك هادوك تاجين الحلو ديالي هنا صراحة يعني ما كون ما درتش تفاح بانو يعني هادوك تفاح يعني ما ناكلوه دونك قلت انو تاني راه غالي دونك وعليش روح ندروه باش ما ناكلوه يعني يقعد تبذير يعني هنا هادو نحبو ناكلو غير هكذا كومندسا ولا هكذا في الصحور كنوضو هكذا في الصحور ناكلو نجي انا بيرسون المون حبو هكذا فوق طبلا لكن كم المكلة نرفد هكذا وحدا مش ماش وحدا شوية تازبيب و هكذا انفراز اكذا ناكلوه ولا واولك يعني هادوك تاجين كيفاش خرج وهادوك لسيغو كيفاش جاني يعني اتقل جا ما شاء الله جاي يعني الطوب جو طوب واش نقولكم دونك هدا هو المنو ديالي تعالنا هاليوم نتمنى الوصفة كامل كانو نالو اعجبكم ونتمنى برك نكون على حسن ضنكم وفي الاخير راح نوريكم الطوبة ديالي المتواضعة لك هاي لك شريبة راح نوري لكم كيفاش جات تغييرين معنى تحضر وOHLAH هلاله ووجات يعني ما شاء الله جات في غيمو بنينة وهادك متوم تاني اولي كيفاش شوفها هاديك المريقة تاني كيفاش جات خطر وجاتبيضة شوفوا هاديك المغرفة طاال فارينا كيفاش يعني ما بد disruptionو كامل فيها فارينا ما ممكن تاكله تقول متموم도 الخارس محتل الزوج قال لي تقول يعني ناكل فكش عرص هذا البورك فلا قليته يعني ببيان دوغي هذا شريبه ثاني وكنت نسيت يعني كنت نفلمي كنت نسيت ما جبتش هذا التجين حلو فقط ولكن معلش المهم كنت قريته لكم وشته وهنا هذا الخبز شوفوا يعني بعد ما قطعته وحطيته هكذا داخل الباني تعل الباني جاي يعني ما شاء الله جاي خفيف يعني فريمان جاي طوب انا الزوج يحب الفصل في رمضان وانا نحب خبز الدال دونك فالا كله حبوبة قلبي هدي هي الطاولة اللي لاول يوم رمضان الفين وثلاثة وعشرين نقول لكم صحة سيامكم صحة رمضانكم تقبل الله منا ومنكم صالح الامال والقيام وربي قدرنا باش نكمنوا كامل هاكذا في ارمضان في بالصحة ولهنا ان شاء الله نقولكم حديدة قلبي صحة سحركم ونقولكم ما دمتم في رعية الله سلام اشتركوا في القناة